السلام عليكم شاعتكم لبس صحتكم ليحا اليوم جيتكم وما جيتش دية فرغين جبت لكم حكاية ولا اروة شو الله بك تستفدوا منها او تدوا العبرة من كل لقطة ولا كل جزء ولا حتى كل حرف ولا لحظة احنا نعيشوها مع الحكاية لانو الحكاية فيها بزيف من العبر كيفاش لمرة تقدر تصبر على رجلها وقتاش ما تقدرش تصبر عليه وقتاش راح تدير كرامة لعمرها وتوقفوا عند حدو وقتاش تكون هي السنة التيعو وتكونوا هي الام والاب والحنانة كامل لازم نسمعوا الحكاية ونتعمقوا فيها باش نقدروا نتعلقوا بها ونعرفوا الحاجة المليحة فيها وليلا لا ويا الله نبدأوا الحكاية تالي الحكاية تاليوم بوليسية لانو البطل بوليسي يا الله نبدأوا الحكاية يكي قولوا الحب ماشي بالسيف بصح في حكايتي انا العكس انا قمر سماني بابا الله يرحمه اسم على مسمى ايا في الجمال هزيت من عند بابا لون العينين جايين كبار ولونهم ذاغ مشفرين كيما هو جاي بشرتي روجية ديتها من ماما فمي صغير خدوا ديواء وشوار بموردين شعري اسود وطفيل يوصل حتى تحت ظهري نقرأ ولجامعي عايشة معاي امه واختي سمرا وكيما قاتلكم بابا مات وخلينا احنا يا صغار كنت نشفها ليه مليح مليح وحافظاته كنت متعلقة به بزاف حتى نجا النهار اللي قالونا فيه مات نصي طاحنا ما جيت نخرج مش صدمة هذيك كان بألف آه وآه عايشة بدراهمو بتاع التقاعد والحمد لله لباس علينا ما عنديش خوي يذكر لانو ماما كي كانت تتهز كانوا يطيحولها وبابا اكتفى بينا احنا يا برك كان يقولها انتوما بمئة راجل وهذي احسن حاجة كنت نحب نسمحها من عنده انا طبيعتي هادية وقليلة هادرة وما نحبش نخالط بزاف مخلي قرايتي بين عيني يا برك والهدف التاعي انه نولي خريجة ونخدم ونعوض ماما لكلش وش حال ياجبني هذيك المثل اللي يقول لك تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن وصمر عكسي تماما ما تحبش تقرأ خرجت في المتوسطة كانت تحب تضرب الحطة وتخرج مام هي مش يقليلة في الزين الله يبركى لها احنا نسكنوا قريب الدار عمي محمد بابا عنده غير اخو هذا ونعم الأخ كان يحسبنا في كل حاجة يجيبها لبناته ولا لداره مايفرقش بيناتنا كان يعوض فينا لبابا الله يرحمه بصح هيهات هيهات بابا بالنسبة لنا بلاستو ميدا حتى واحد كانوا مين ذاك يجوا يتلاي معدنا كامل كعد معدنا حتى واحد يدخلنا ويخرجنا حتى اخوالي ما يجوناش إلا في المناسبات عنده زوج ولاد أحمد وأيوب وبنات سارة وملاك ابناته ومرته يموت ولينا وأحمد جاية فرفوش وهذا عكس أخوه وأيوب واحد متكبر وهاز روحه من يوم يومه يموت يموت مني أنا ونشوف دمي والله نشوفه هو ما لا يباليش عليه هاز روحه هو يخدم في فلاق بوليس يعني بوليسي ساعة نشوف تصرفاته مع أختي سمرة ماشي كيما يتصرف معايا ما كنتش نهتم له أنا صحت تصرفاته هذيك خلاتني أني ثاني نكره كرحت وكره اليوم كيما العادة والروتيني اليومي رجعتم لفاك للدار ألقيت ماما ومارت عمي في الكوزينا يا هاترو يضحكوا سلمت عليهم وطلقت شمبرتي بدلت وانزلت ليهم لقيت مارت عمي رايحة تغديت ونصتنا يلم في الطابلة حتى نلقت ماما قلت لي خلي خلي سمرة ضكت لم أروح أنت عندي هادرة معاك تصدمت أنا كي قلت لي مارت عمك جاءت تخطبك الأيوب وشنو وشنو ماما أنت يا وشنو كي تهدري أنا وين والزواج وين أنا دركة قلت لك الزواج هذا لا لا كيف أجبتي الزواج هذا وجدت تخطب فيك من بعدها تفهموا على الزواج أنا ماني شي قابلة به كون يبقى آخر رجل في العالم ماني شي راح أنقبل به وين راح تلقي خير من الأيوب يكا ولد عمك من لحمك ودمك وزيد واش خاصه بدرهمه وبرزقه وزيد ما تربيه وعاقل واش تحوسي كثير أنا وين ونتي وين أنا نكره وما نحبوش وما نحملوش في الدم غلق علي الموضوع هذا وما زيش تجبديه لي تجبديه لي ولا تجبدي لي عليه خليتها وخرجت نغلي 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 ره من عقل وهذا يبعث في موت خطبني ليها مجرد تخيلت أنه راح نكون عايشة معه معه يعني في نفس الدار النار شالت فيه فات يومين ورجعت يما جبدت الموضوع هذا كمعايا رفضت كالعادة قلت لي واش راح نقول لدار عمك واش عذرك حتى رافضاته ما عندي حتى عذر قولي لهم حبة تكمل قرايتها وما هيش تخمم نهائية في الزواج هزيت حواجينا وخرجت نقرة فات النهار كامل وأنا نخمم يا أخو في صح تديرها ماما وتمدني ليهم ولا يجي عمي يهدر معايا في موضوع هذا وأنا من قدش نرفضلو الطالب هذا لأنه صح كان نعمل عم وكرجعت دخلت للدار ما لقد حتى واحد كما العادة أكيد في دار عمي لأنه ما عندهم وين يروحوا بغير الدار ثم جيت طالعة حاسيت بخطوة وراية درت شفت أيوب آه ذوي شجبه هنا لقيته قدامي قريب نديرها على روحي وين تجه هذا حكمني من زندتي وحاصرني هكذا قال لي هو كان لاضع الاسنان يهدر وبين فيه من يرفيه للأخر انتي يا شكون حتى ترفضيني قولي يقولي شكون انتي وراه ملصقني في الحيط هكذا راح يقتلني قال لي نعفسك الظكن ديلك تحت رجلية ونعفس وما تبحلكش فيه شعره كل بكي ما انتي ترفضني ادفرت واني بيديها بعد عليا واش هذه الهادرة انت من وين تهدر معايا هكذا احترموا روحكا قال لي بركي ما ما تمديها في روحك بزيف ولا تتخيلي روحك انا ميت عليك كنت قعد انتي اخر واحدة في الدنيا ما نديكش يهدروا عيني خارجي من بلاستهم حمر وفيهم نظة حقد وخضب وكره قاعدتها قدر ندور في يدي حسيتها بش رح تتكسر خلاص الدمعة حاصلة في هيني مانيش حبتها تحبت قدامو رخيس يا اخي قلت لو على هرك بعثهم مكملة تخطب فيها انا ما درت حتى الشي قلت جوابي وهو الرفض هذا ما كان علياش كون قال لك باللي انا بعثتها هي هادرة وصرات بيني اما و بابا وانا كنت قاعد كنت نسمع لهم وساكت كي شافوني ما ديتش عليهم على بالهم وموافق وانا ما درت هاش خلاص باش توصل اللي هنا قلت راها مغرية هدروبرك وداروها صح وخطبوك ملع له جاني انا تلزم فيها ولا كيفاش كيرفضت مم انت ما كش حاب خلاص انا يا نشوف فيها اللي هنا ما غلقوا الموضوع واذا بابا ما بدلش رايو وقعد مصر اضحكت انا باستهزاء واش قصدك مصر يعني انت قابل يجبرك على مرامش يحب تزوج بيك تنجبر نور ماله حكمني منحكي ودخلهم في بعضاهم حسيت وجهيا نطبق في بعضا عتلندس فيه برجلية قل يبنسي الكلب ولا غير كنت حالف ندير كارثة وما ندكش على كلمتك هذية نكسر لك خشمك ونشوفك هذا اللي تقولي يا علي هاكذا واش يدير فيك خبطني في الحاد حسيت ظهري تقسم على زوج راح اخرج رحت في بلاستينا الله يديك ان شاء الله هي وحدة الكلب يا ابن عمي يديها تقول حديد حكمني شوية قرب شلني هذا كون يعطيني ترايحة من داريلي لقبر ديريكت الرشفة هذي كسرات في جسمي من موقف الكلب هذا اللي ما يسويش أخه قشر التأفولة يسبني ويسب بابا وهو في قبره الله لا تربحك يا أخي يا أخي عبد ان شاء الله يدخل فيه سيمي يرحيه نتهنا منه نضغسلت وجهي وطلت شمبرتي بدلت قاشني شوية هاكذا حتى نسمع في الباب تحل هبت نجري ليعود هو ورجح واش زادي حوزت هني عندي حتى لقيتها ماما ها يما جيت هي وين كنت كنت في دار عمك هي غير جبدتلي تفكرت أيوب وقلت لها يما أيوب راني منيشي راح نقبل به نهائيا هذي الهادراق وليها لدار عمي فاهمة واش مدخلنا في موضوع هذا رحت قلت للمرة عمك ولوم راما قالت والو قالت لي كلش بالمكتوب فت تقريب اسمعنا ما زدنا جبدنا على الموضوع والو خلاص يعني تغلق كلمة تقالت في وقتها وصاي بس اح كانت العكس هنا وين راح تبدل حكاية يملي حمليح بعد العصر قاعدة متجمعا مع ماما منت قهوة حتى طبطب الباب رحت وفتحت الباب لقيته عمي محمد تلحت في حضنون بص ونسلم عليه جيت وفوتوا للبيت الصالة قال لي يا أروح يروحي نقعدو هنا يا لا جاي عليك وحاب نقعد معك وحدنا هي أروح فتة ما تبقشها للباب ما تجيش ولا سكتة أدخل قلت له عمي واش كنت راح تقول لي خير بك قال لي ما كان غير الخير يا بنتي أنا بعثت عمتك تخطبك الأيوب حتى قاتلي بلي ما هيش موافقة أنا جيتك نهضر معك بنفسي جيت راح نهضر حتى قال لي ما عليش اسمعيني واش نقول البنتي ما تردليش الجواب حتى تفكري بعقلك واللي تسكتانيا وخليته هو يهضر قال لي أنا من مثل ما راح أوم خويا يشهد علي يا ربي راح أسبكم كيف أولادي ومانيش نفرق بينكم وبين أولادي انتي بالذات ما هستك عندي وحدها ومانيش راح نلقى خير منك صح أيوب عصبي وما يتحمش بسح تتعاملي معها مليح وتقدري وتحترمي حطك فوق راسو وانتي يا بنت خويا وتربيتي يا على يدي حابك لوليدي والدارة أوليدي وقدم عيني حتى كنت لقى أخويا يوم الحساب يعني نلاقيها كملت رسالتي للأخر وبنتك في رقبة أوليدي عندك الوقت خمي مليح مليح وأنا نستنى جوابك هو يهضر وأنا نلعب بسباطية ومهام طرصي هذا اللي كنت خايفة من نصرة شوية ودخلت ماما وسمر خليتهم أمعه وخرجتنايا طلعت الشمبرتي نرجف يا ربي واش ندير كيف هنوقف هنا في وجه عمي ونقول له لالا والله ما عندي الجرأة هذه قعدت ندور 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 في الشمبرة وأنا شعلا في قلبي يعني النار شعلا في قلبي مستحيل مستحيل ونقول له لالا ونقدر شو نقول له قعدت نخمم هاكذا حتى جات في بالي نبعث الأيوب ونقول له على هادرة بابا حبست على رقمو عندي قلت بلك ما ما تعيط له لأنه ما الفت هزو يعني ما لقيتوش حاجة بينما نلقاش أنا نموت منه كيف راح نلقى رقمو عندي ادخلت للفيس وكتبت في الرشاج أيوب الفرنسي خرج لي لأنه شفته مرة يهدر معه صارف المسنجر هزيت اسمه من ثمة ودخلت لصفحته خرجت لي صورته الشخصية لابست لطوني تاعه تالخدمة وقف قدمه الطنوبيل وجههم زيره حتى في الصورة قلب خليقته سبحان الله بعته ديري كتا لبس هداقة من غير ما نخمم قلت نستنى يقبل والو قريب ساعتي وانا نزيد شوية ونضرب طلة حتى بديت نيئس يعني قلت بلك ما أقبلش بالهاني لأنه كنت ديري اسمي واللقب التاعي أكيد أعرفني حتى في الليل بهوافق بعثك وسلم شوية هكذا وقرأ وما ردش قعدت نستنى كيف كيف والو وليت هزيت التليفون تاسمر طاب يتتي لنيمير والتاع وهكذا وعيت له قعد يسوني حتى قرب يتقطع الخط بهزالية وي قالوا ها أيوب معي قامر خير عيت لك به ونقول لك جا عمي وهدار معايا على موضوع الخطبة كي رفضت جا حكا معايا عاود للموضوع هذك واللغى الحادثة عاد سيريو وأنا واج دخلني كيفاش واج دخلك أيوب أنا نقول لك الموضوع عاد سيريو ايو هاو عمكة اجل عندك على ما قلت له ما نيش موافقة وين راح لسانك هذك اللي كنت تهدري معايا به ما نقدرش نقف في وجهه خصوصا نقف في وجهه عمي مستحيل وانت تعرف هذا الشي وأنا ثاني ما نقدرش تعرفي عليه لا لأنه أنا مرأة ما شيء هذي هادرتك أيوب وقلتها بعيطه أنا من نيرفيا قل يا لاركي تعيطي انجينري يبلك فمك الكلمة هذي قلتها كي كنت زعفانة منك برك علاج بد فيها وتهدم لي في حياتي ولا غير حرام عليك وهذه الكلمة راح نخليك تدفعي ثمن تاحة غالي ننت نعيط عليه كلب سامت ربي يهزك ان شاء الله ما زلت نكمل لقيته كوبالي ننت نايا نفور نفور دخلت المحادثة على المسل جلبها مبرد قلبي فيه حتى لقيته حضرني الجيفة هذيخة على عمري ننت هبرت الماما هدرت 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 الحيطة ردوا ماما ما ردتش غالنت يا وعمك ما عنده ما تدخلني ما كيش يحاب عاد العمك يعني يقولي له زلتها علامة بيا واللي دخلت من عندها وطلعت شامبرتي اضغطيت وتفنت وجهي في الوسادة نبكي بالساكت ودخلني نعيط يا ربي يا ربي واش ندير عاوني والله ماني متحملة شوفت وجهه يومين هكيك ما نحضر معا ماما ولا حتى كلمة مقاطعتها ونروح نقرأ ونرجع شامبرتي نغلق على روحي بسح ما قدرتش نقعد بلا ما نهدر معا ماما ماما هي كلش في حياتي كيف حتى ما نهدرش معاها هي ما عندها ما دخلها في الموضوع هذا خارج على يدها هي غير وصلت لهم يعني جوابي في الليل هبت رح تديلك شامبرت يعني شامبرت ماما لقيتها كملت الصالات وقاعدة فوق السجدات استغفر دخلت في حضنها وقلت لها ماما سيمحيني على التصرف التاعي والله ما كان بقصدي خلاص والله ما شي فيدي يا ماما والله ما نحبه وما نيشي حاملته ولا هو يحملني علىه تظلمه فينا عليه والله ما نيحب نغسر عمي بتحفي نفس الوقت ما نيشي قادرة نضغط على روحي ونتقبله ماما عمي يقولي يومي نخمي والله يا ماما ما نيشي قادرة ما نيشي قادرة حتى نخمم بمجرد التفكير بركة مخيط حرق وعقلي وقلبي رافضين نهائيا هذه الفكرة يا ماما فهميني تعيشي عليه يا بنتي ولغر أيوب ما تلقيش خير منه أختيك من العصبي ومن العصبي ترجلك من العصبيين واش هذه الهاضرة هو مشيحة مني لو كان جا مشي موافقة ما كانش عمك راح يهتر مشي راح يجي من خاطره ويقول أحكا وأكيد قاعد معاه كما أنا قاعدة معاك أيوب والله ما تلقيك كما هو واش تحاوسي يجيك من واحد مشي بابتع ضكا غير الشراب والعفايس اللي مشي مليحة ويباتي يتلاوح ملحيط الحيط أيوب يا بنتي كبير وواعي وثقيل وارزين ومشاء الله عليه شخصية ولا باقة وخد ديم واش تحاوسي أحسن من هكا والمثل يقول الزين اللي تعرفوا أحسن من الشين اللي ما تعرفوش وإذا بيك على الحب الحب الحقيقي يجي بعد الزواج فترة من عند رب العلامين ولله في القرآن يقول وجعلنا بينكم مودة ورحمة وأنا نقول لك إذا كتبتي لله الأيوب نموت وأنا مرتاحة تهدر وتمسحها على راسي أنا غالي نشوفوا سيكتا ماهم ش رحن يفهموني كنو قعد نهدر للصباح وليت بستها ونط تعبت من هادرة وينيش بدل السيرة هايلي نحس روحي مخنوقة نط الصباح رح تنقرأ عندي ساحبتي مريم تقرأ معايا يعني قرأ بالبعضانة ماشي بالزي صح؟ أنا كنت نحكي لها كلش نحكي لها كلش على حياتي حتى خبرتها لأيوب وقلتها رأيي يعني عليه ويا تعرفوا ووريتوا لها وتقول لي أصلوا مالفن شوفوا حتى قتلي قمر صح؟ ويعني جاي متكبر وماديها في روحه بصح شخصيته وشكله يجذبه صراحة مريم أنا وين وانتي وين أنا نقول لك ما نحملوش وشوفي لي حل حتى مبعدو مطريقي وانتي تقول لي يا الشكله وما شكله واش رح ندير بشكله أنا أنا ما لباليش على تكريك يا عكا قول لي بركو وش هو السبب بلا سبب بلا سبب حكذا من بكري أنا من حملوش ميش يهرف عليه نقول لك حميم لي حمليح قبل ما ترضي على عمك بلك هو حاب يتهنى عليك وانتي تكسري بخاطره ايه وانا وش رابط لساني غير عمي شوفي حبي صلي وسط خيري وأكيد إذا فيه الخير ربي قدمه لك ونعمة بالله يا الله نروحه رجعت للدار دايخة صليت الظهر وصليت الاستخارة وطلبت ربي دنيا للطريقة الصحيح وفوضت أمري لله كملت ونظتنا تلحت ديرك ترقت للعاصر نظر لصوت سمر التناديليا قمر نوضي 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 عمي جاي حبسي عليك عرفته لا واجه جاي نظر صلت وجهي وغبط كان جا هو وعمتي وابنته فيزوج سارة ومالك سلمت عليهم وقعت هما قعدوا يهضروا وانا يعني البلد تاعي انا في عالم احد اخر حايرة بروحي كيفش اذا جبد لي الموضوع كيفش رح انقله ما شمال فأنا هكذا ما شمال فغايسة حتى جني صوته قمر بنتي وين شالدة فكرتي في الموضوع اللي قلت لك عليها سكته كامل وانظار هذيك توجهت لي يسنو في كلمة مني وانا كلمة واقفة في بلعومي واقفة وتبعش فيها كيف الموس اذا خرجت تجرحني اذا قعدت تجرحني حتى تكسر الصمت ومقاتلهم